يبدو أن قصة المواطن الجزائري مع ندرة المواد الغذائية المدعامة باقية لكن عنوينها تتغير فمن أزمة الخبز اليوم نعيش أزمة الزيت حيث تكاد تخلو محلات المواد الغذائية العامة منها وإن وجدت فبأسعار مرتفعة 130 الفطون تصدقت خلال هذا الشهر الفائط ولهذا نحن نسائل كلنا نشاركه في هذه الأزمة التصديق من جهة وعدم المستهلكين ثاني سلوك تحمل ما مش في المستوى من كل الجوانب خدت هذه الأزمة مبتعلة في الناس اللي هيتطبس في الاستقارات على البلاد تحوز تضرب الاستقارات على البلاد هتساهم في هذه المشاكل التهيب المضابة كل المشاكل كل المشاكل خلقت عن طائق هذه المواد مدعمة ندرة زيد المائدة وتتبدو بأسعارها دفع بنا للتقرب من تجار الجملة لدينا وجهت إليهم أصابع الاتهام وعند الاستفسار حول الأسباب الحقيقية لهذه الوضعية أكدوا أنهم ضحية غياب التنظيم وسياسة الدعم الغير مدروسة من قبل الوزارة الوصية ما يقدروش يخدموه لأنه يخسر فيها لكون يجيبها دولا بتاكسيتو بستميات دي دار وهو يشريه بتسعة وخمسين ألف الفرنك واش يخلص بها يخلصها شارج موضي شارج مو يخلص بها الغرامة يخلص بها تايسي ما تكفيش هاو اللي خاصر بنجيبه هذا هو السبب حنا مدى بينين نضمونا هذا السوق هذا اللي هو الحليب والسميد والفارينة والزيت هاو التاكسيين من طرف الدولة مزيش نفرض عليهم غرامة خلافة اللي تطلع السوق منتاعه مع بداية السنة الجديدة ها هو المواطن الجزائري المنهك أصلاً في سباق جديد للحصول على قرورة الزيت المائدة في وقت ترمى الاتهامات بين المنتجين والتجار الجملة والتجسئة